طيب النتيجة اللي احنا شايفنا دلوقتي واول قطوات الموسم الجديد كنا منتظرين موقف الدور المصري لسه منتظرين موقف السوبر الافريقي قلتلكوا تأجل لأجل غير مسمى والنهاردة عندي يعني تفصيلة مهمة جدا بعد المناشدة اللي قلتها مبارح في موضوع السوبر الافريقي الموضوع لقى استحسان كبير جدا ومش هدخل في التفاصيل وقول مين يتكلم ومين أجر اتصالات ومين حاب يعرف الموضوع ممكن ايه اللي يتم فيه خلال الساعات اللي جاية ولكن كلها قدر اقولوا المطلوب خلال الساعات اللي جاية من المسؤولين في اتحاد الكورة من الأستاذ جمال علام الأستاذ وليد العطار يجروا اتصالات مع الاتحاد الافريقي ويشوفوا موقف السوبر الافريقي لان هناك بوادر امل انك لو طلبت الاستضافة مفيش اي مانع اطلب وشوف استضافة السوبر الافريقي ايه متطلباته من الاتحاد الافريقي والدعم كلها هيكون موجود خلال الفترة اللي جاية ولكن الدور المطلوب الفترة اللي جاية قبل ما أقول دور وزارة الشباب والرياضة لهو دور اتحاد الكرة في المقام الأول الاتحاد عليه أن يتوجه إلى الاتحاد الافريقي ويشوف المتطلبات ويقدم العرض ويبقى العرض الرابع مع الثلاث عروض المقدمة لإصدافة السوبر الافريقي ففي بادرة أمل بعد منجدة الأمس في ظل حالة الضبابية المتعلقة بإصدافة هذه البطولة وفي ظل أن بعض الاتحادات والعروض المقدمة طلبت إرجاء تنفيذ هذه الاستضافة للفترة اللي جاية فيما معناها يعني لفبراير أو مارس من عام عشرين أربعة وعشرين وما أن الاتحاد المصري عايز يحط الأجندة وعايز يعمل الجدول ما من بدرهو بنقول لكم ونشدنا والمناجدة مبارح بنسبة يعني خمسين في المية وصلت وسماعت في جهة رسمية حريصة أن مصر تستضيف أحداث مهمة خلال الفترة اللي جاية طيب